تحياتي لجميع تلاميذ الصنة الرابعة متوسطة اليوم نقدم لكم اختبار تجريبي في مادة لغة العربية النموذج الأول نبدأ مع النص النص حدثون عن العدل فإننا نسيناه كيف لا تنسى العدل أمتنا لبثت في ظلمات الظلم أحقاب وعقبت في ظل يحمومه أحقاب أم كيف تذكره بعد أن محت آيته آية السيف فلم تنعم منه بإلمامة الطيف وكيف يجد العدل مجالا بين حاكم لا يسأل عما يفعل وبين محكوم يسأل عما لم يفعل وكيف تجد العدل سبيلا إلى نفوس زرع فيها الاستعمار أول ما زرعه بذل تحتقار المسلم الجزائري ثم رباها أول ما ربا على الاستعلاء على المسلم الجزائري ثم علمها أول ما علم هظيمة المسلم الجزائري وتجريده من أسباب القوة والحياة بكل وسيلة وترويذه على الذل حتى يطمئن إليه ويعتقد أنه كذلك خلق أو لذلك خلق فإذا سلب ماله عد سلامته من الضرب غنيمة وإذا ضرب جسمه عد ناجاته من ضرب العنقية منحة كريمة وإذا تأوه للألم النفسي أو البدني عد التأوه منه جريمة إن الاحتقار هو الأساس الخلقي الذي وضع عليه الاستعمار قواعده وبنى عليه قوانينه وإن ملكة الاحتقار هي الغاية في العالم الاستعماري ينتهي إليها عالمه وحاكمه ومشرعه ومنفذه ولكنه بعد أن تراء العيانان عيان الفاعل وعيان القابل لم يجد فينا قابلية الاحتقار أباها لنا عرق في الإباء أصيل وإيث من محمد أثيل أي أثيل لديها نفس معنى أصيل فانقلب ذلك الاحتقار على مر الزمن حقدا يصهر الجوانحة وتحول بفعل الأحداث بغضا يأكل الأكباد وكلما يراه الرأي ويسمعه السامع من البلاء النازل علينا فذلك مصدره وهذا مورده يا الله لما يحمل هذا الجسم المثخن بالجراح من حصانة ومناعة يعني لما يحمل هذا الجسم المملوء أو المثقل بالجراح من حصانة ومناعة ولما يكمن فيه من دفاع ومقاومة هي أثار الخصائص الأصيلة في الجنس العربي ولولاها لكان في الغابيرين وهي بقايا المزايا السامية من الدين المحمدي ولولاها لختم به تاريخ تصم وجديس وعاد الأولى بالنسبة لتصم وجديس هي عبارة عن قبيلتين كانت في قديمة جدا في التاريخ وعاد الأولى ولو أن ما حل بهذه الأمة حل أيصره بأمة أخرى ابدأ بما شئت واختم بما شئت من النظم والقوانين التي تساس بها الجزائر التي تقاد بها الجزائر تجدها كلها ضائرة في مبادئها وغاياتها على محور واحد وهو احتقال المسلم الجزائري وبغضه وانظر ما شئت في أعمال الحاكمين كبارا وصغارا وفي ملابساتهم للناس وفي شمائلهم تجد الأعمال مفسرة لذلك والملابسات حتى في الحديث جارية على ذلك والشمائل ناطقة بذلك هلما إلى الدين تجد الاستعمار الذي كفر بلديان يعلن لك بصريح القول والعمل أنا أحق منك بالتصرف في دينك فلا تدخل المسجد إلا بإذن ولا تصلي إلا من وراء إمامي ولا تحج إلا برخصتي ولا تصم إلا على رؤيتي ولا تزك إلا بعد استشارتي ولا تضع زكاتك إلا حيث أريد لا حيث تريد الوضعية الأولى عندنا أسئلة الوضعية الأولى رح تكون عبارة عن أسئلة سهلة علىه لأنه دايما رح تكون متعلقة بالنص يعني إذا فهمتوا النص رايحين تقدروا أنكم جاوبوا على الأسئلة منتاع الوضعية الأولى إذن لدينا السؤال الأول لماذا اندثر العدل في الوطني وهل سيعود يوما ما حسب رأيك عندنا هنا زوج أسئلة سؤال الأول نجاوبوه من النص والسؤال الثاني حسب الرأي من زعنا ثانيا جدي البرهان على أن المسلم الجزائري يحتقر من النص أو قالنا من النص ثالثا ضع نوانا آخر يناسب مضمونه أو مضمون النص رابعا إشح المفردتين التاليتين تأوها والمثخن خامسا جد ضد كلمة غبطة من الفقرة الثانية ثم وظفه في جملة يكون من خلاله اسما معطوفا مرفوعا الوضعية الثانية أعرب ما فوق الخط إعراب مفردات ثانيا بيّن نوع ومحل وظيفة الإعرابية للجمل التي بين قوسين فنمص ثالثا استخرج من النص توكيد معنوي عطف بيان مجرور صيغة مبالغة رابعا حدد أسلوب الاستثناء الوارد في النص وبيّن نوعه وأركانه خامسا استخرج المحسن البديعي المعنوي الوارد في الفقرة الثانية وبيّن نوعه وأثره البلاغي سادسا حلّل الصورة البيانية الواردة في الجملة الآتية أمة لبثت في ظلمات الظلم سابعا استقصي بدقة النمط الغالب على الفقرة الخامسة ومثلّه بمؤشر الوضعية الإزماجية السياقة الحياة مليئة بالمشقات والصعوبات مطبوعة على التعب والكدر فما أعظم أن يسارع المسلم في بذل المساعدة لأخيه السند تقول الحكمة اجتماع السواعد يبني الوطن واجتماع القلوب يخفف المحن التعليم أنتج نص تبين فيه حاجة وضرورة المجتمع للتضامن داعيا أفرده إلى المسارعة في فعل الخير والتنفيس عن المكروبين موظفا مكتسباتك الملائمة للموضوع ننتقل الآن إلى جزء الإجابة في السؤال الأول لماذا اندثر العدل في الوطن؟ وهل سيعود يوما ما حسب رأيك؟ إذن بالنسبة للسؤال الأول هذا السؤال ما تكون من جزئين قالنا لماذا اندثر العدل في الوطن؟ وهل سيعود يوما حسب رأيك؟ اندثر العدل في الوطن لثبوت الأمة في ظلمات الظلم وغياب شفافية المسؤولين وسياسة الاستعمارة التي تقوم على استحقار المسلم الجزائري يعني الهضرة التي اهترها النصر كامل احنا نلخصناها قلنا ثبوت الأمة في ظلمات الظلم فقال لنا بعد أن تراء العيانان عيان الفاعل وعيان القابل وأيضا غياب شفافية المسؤولين فقال لنا كيف يجد العدل مجالا بين حاكم لا يسأل عما يفعل وبين محكوم يسأل عما لم يفعل وأيضا سياسة الاستعمار التي تقوم على استحقار المسلمية الجزائري فقال لنا من النظم والقوانين التي تساس بها الجزائر أي تقاد بها الجزائر تجدها كلها دائرة في مبادئها وغايتها على محور واحد وهو احتقار المسلم الجزائري والسؤال ثانية هو حسب الرأي من عندنا حسب الرأي مثلا أقول نعم سيعود للعدل يوما لأن الله ناصر لدينه وناصر لعبده مهما طال الزمن فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب إذن ها هي الإجابة ثانيا نجد البرهان على أن المسلم الجزائري يحتقر من النص البرهان الذي يدل على أن المسلم الجزائري يتم استحقاره من النص هو قول الكاتب كيف يجد العدل سبيلا إلى نفوس زرع فيها الاستعمار بذرة احتقار المسلم الجزائري السؤال الثالث الآن ضع عنوانا آخرا يناسب مضمونه أو يناسب مضمون النص مثلا أسباب اندثار العدل أو لما العدل مندثر إذن العنوان تقدروا تديروا أي عنوان المهم ما يفوتش ثلاثة كلمات شرح المفردات تأوها بمعنى تألم واجتك المثخن أي المليئ والمعبأ أو المثقل جد ضد كلمة غبطة من الفقرة الثانية في موظفة في جملة يكون فيها اسم معطوف مرفوح بالنسبة لضد غبطة ما هو؟ هو احتقار موجود في الفقرة الثانية ماذا قال لنا؟ قال لنا بذرة احتقار المسلم الجزائري ضد كلمة غبطة هو الثل والاحتقار الآن احنا رايحين نوضف كلمة الثل في جملة باش تكون هذه الجملة نتعنا هي عبارة عن جملة فيها الثل هو عبارة عن اسم معطوف مرفوح عندنا جاء الكربو والذل ذل هنا هو اسم معطوف مرفوح يعني رايحة يكون راح تكون حركة اعرابية نتعوه هي نفسها نتع المعطوف عليه لهو الكربو بغياب العدلي الوضعية الثانية واحد اعراب المفردات بالنسبة للمفردات لدينا اولا اول مفردات اول ما زرع بذرة احتقار المسلم الجزائري رايحين نقولوا الآن في الجملة نتعي اول ما زرع بذرة اول ما هذي قدروا انحيوها نخليوا الفعل التعنا زرع بذرة الآن زرع هو عبارة عن فعل ماضي والفاعل ضمير مستدر تقدروا هو وبذرة هلوش هتكون قلوا زرع ماذا زرع بذرة اذا مباشرة مفعول به منصوب الكلمة الثانية الآن حقدا لدينا فانقلب ذلك الاحتقار على مر الزمن حقدا هنا حقدا عبارة عن تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرها الكلمة الثالثة الآن لا تصلي الا من وراء امامي لا تصلي هو عبارة عن فعل مضارع مجزوم بلا أي لا تفعل إلا من وراء امامي عندنا فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بلا علامة جزمه ما هي هي حذف حرف العلل لأنه الأصل الثاحة يصلي باليا وهذا لأنه معتل الآخر ودايما ما ننسوش الفاعل في إعراب الأفعال والفاعل ظامير مستر تقديره أنت إذا ها هو الإعراب أمامنا ثانيا بيّن نوع ومحل الوظيفة الإعرابية للجمل التي بين قوسين في النص الجملة الأولى وإذا ضرب جسمه أولا رايح نقول النوع أنت عن جملة هذه هي عبارة عن جملة فعلية أنا أتبه فعل الآن في محل ماذا؟ عندنا أشي سبقها؟ سبقها إذا مدام سبقها إذا مباشرة مضاف إليه جر مضاف إليه إذن هي عبارة عن جملة فعلية في محل جر مضاف إليه نذهب للجملة الثانية يعلن لك بصريح القول والعمل أنا أحق منك بالتصرف في دينك يعلن لك بصريح القول والعمل أنا أحق منك بالتصرف في دينك نشوف أولا عندنا أنا أحق منك بالتصرف في دينك يا جملة اسمية هذا أولا ثانيا هل ترجع لأي حاجة قبلها؟ راح نقول هنا لا لأنها أعلاح قالنا يعلنوا لك نحيو هذا مدام ما نحتاجوش بصريح القول والعمل نحيوهم مدام مش ترجع للعمل ولا القول ولا بصريحي نحيوهم وش نخليه؟ نخليه فقط وش يهمنا يعلنوا لك أنا أحق منك بالتصرف في دينك يعلنوا لك وش معنها راه يقول لك راه يعلن لك إذن راح نقول جملة مقول القول اسمية في محل نص بمفعول بها إذن ضرب جسمه جملة فعلية في محل جر مضاف إليها وأنا أحق منك بالتصرف في دينك جملة مقول القول اسمية في محل نص بمفعول بها ثالثا استخرج من النص توكيد معنوي عطف بيان مجرور وصيغة مبالغة توكيد معنوي لدينا كلها تجدها كلها ولدينا بهذه الأمة بهذه الأمة هنا أشرت علينا قلنا عطف بيان مجرور بهذه الأمة ولدينا أيضا صيغة مبالغة لدينا كريم على وزن فايل ثالثا الاستخراجة توكيد معنوي عطف بيان مجرور وصيغة مبالغة توكيد المعنوي لدينا كلها أعيد وأكرر بأنه كلها أو أي توكيد عندنا مثلا عندنا كله وعندنا نفسه وعندنا إلى آخرها لازم تكون متصلة بضمير إذا ما كانش ضمير معناها مباشرة مهوش توكيد عندنا الآن عطف بيان مجرور بهذه الأمة وصيغة مبالغة كريم على وزن فايل رابعا حدد أسلوب الاستثناء الوارد في النص وبين نوعه وأركانه أسلوب الاستثناء في النص هو لا تحج إلا برخصتي إذن لا تحج إلا برخصتي نوعه تاما في وأركانه لدينا المستثناء من نظام المستتر حرف الاستثناء هو إلا والمستثناء هو ياء المتكلم خامسا استخرج المحسن البديعي المعنوي الوارد في الفقرة الثانية وبين نوعها وأثرها البلاغي المحسن البديعي الموجود في الفقرة الثانية هو عبارة عن مقابلة ووش عندنا هنا؟ حاكم لا يسأل عما يفعل ومحكوم يسأل عما لم يفعل هي عبارة عن مقابلة عندنا حاكم وعندنا محكوم عندنا لا يسأل وعندنا يسأل عندنا ما يفعل وعندنا لم يفعل نوعها هنا هي عبارة عن مقابلة بالنسبة لأثرها البلاغي فتقوية وتوضيح المعنى إذن ها هي نوعها مقابلة وأثرها البلاغي تقوية وتوضيح المعنى حل الصورة البيانية الواردة في الجملة الآتية أمتنا لبثت في ظلمات الظلم نوع الصورة البيانية هنا هي ليست تشبيه ليست استعارة إذن مباشرة هي عبارة عن كيناية كيناية عن ماذا؟ عن معاناة الجزائريين جراء ظلم الاستعمار أثرها هو إعطاء الحقيقة مصحوبة بالدليل سابعا استقصي بدقة النمط الغالب على الفقرة الخامسة ومثل له بمؤشر النمط الغالب على الفقرة الخامسة هو عبارة عن النمط التوجيهي عادة ما يقولنا ما هو مثلاً النمط الغالب على الفقرة الآخيرة في هذا الحالة قلنا الفقرة الخامسة هنا راح يكون لدينا زوج خيارات سواء النمط التوجيهي ولا النمط الحجاجي النمط الحجاجي قلنا يمد فيه الكاتب الرئيب تعه أما النمط التوجيهي نلقو فيه بزاف أفعال الأمر ونلقاو فيه أيضاً النداء مثلاً هايا مثلاً يا إلى آخر بالنسبة لنمط الفقرة الخامسة فهو توجيه إذن النمط هو توجيه التنثيل له بمؤشرية أفعال الأمر مثلا إبدأ وانظر الوضعي الإدماجية الإنسان ضعيف بمفرده قوي باتحاده وتضامنه وهذه سنة الله تعالى في خلقه فما هو مفهوم وضرورة وحاجة الإنسان والمجتمعات للتضامن فقد تأسست المدن ونزمها التضامن من أجل المحافظة على المصالح العامة والخاصة ودفع الأضرار المادية والمعنوية بحيث يعي الفرد بأن له حقوق ينالها وعليه واجبات يؤديها للآخرين لا سيما تلك الفئة التي ليس باستطاعتها تحقيق حاجتها وهذا من خلال دفع الضرار عنهم وجلب النفع لهم وقد أرسل الإسلام التضامن وجلاه في صور عديدة من خلال مبادئ سامية وأنظمة عادلة فمفهوم التضامن في الإسلام يشمل البر والإحسان والصدقة والزكاة وتفريج الكروبات مما يجعل المجتمع متماسكا ومتعاونا تسوده المودة والرحمة ويعمه العدل والمساواة فمتى كان العبد في عون أخيه كان الله في عونها فيا أيها المواطنون اسقوا بذور الخير في أنفسكم وأعينوا المحتاجين والمعوزين وامسحوا دموع اليتام والمساكين واجبروا خواطر الملهوفين وكونوا مصابيحا تنير دروب السائلين علّه يطول عمر المجتمع ويعمه الاستقرار والهناء وأخيرا نقرأ على مسامعكم مجموعة حكم المرتبة لإدراك قواعد معرفية تحتاجونها في حياتكم اليومية إذا شعرت بالألم فأنت على قيد الحياة أما إذا شعرت بألم الآخرين فأنت إنسان الشيء الوحيد القادر على إنقاذ البشرية هو التعاون الأساس العالمي للتعاون هو الفوائد المتبادلة تحياتي لكم أتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله سلام